حول حي المنصورة في عدن يضيق الخناق ويشتد وهي لم تنتهي بعد من معركة شديدة خرجت عن طور المحتمل لتصبح واقعا يضرب على غفلة عملية أمنية واسعة شاركت فيها قوات التحالف هي الأشد والأعنف في مواجهة الإرهاب المتمركز في حي المنصورة والمتجول في المدينة منذ ما بعد التحرير خلفت المواجهة قتل وجرح من المتشددين في مجرح مدنيون كانوا ضحايا استهداف متزامن طال أوكار ومقار للإرهابيين في المدينة كما تسببت المواجهة في إغلاق شارع العام وتعطل حركة المرور مقابل انتشار أمني مكثف ونقاط تفتيش واسعة حول المنطقة تقول السلطات في المحافظة إنها دشنت حملتها الأمنية الثانية لتحرير المنصورة بعد أن حاولت فتح قنوات تواصل لخروج المسلحين منها مؤكدة أن العملية مستمرة حتى تحرير المديرية كليا تعد المنصورة وكر للجماعات المتشددة منذ ما بعد انتزاع عدن من قبضة الميليشيا في يوليو من العام الماضي حيث شاهدت عدة أحداث ومواجهات خلال الأشهر الماضية تسيل الدماء غزيرة على أرض عدن لتضع علامة استفهام كبيرة حول أشهر عدة من الاستنفار الأمني والعمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب يرد رئيس الحكومة قائلا إن الإرهاب ملف شائك ومعقد تعاني اليمن منه كغيرها من الدول الأخرى لافتا إلى أنه تم وضع خطط عملية للحد من الهجمات الإرهابية تستهدف كل من يحمل السلاح خارج إطار مضلة الدولة كل من يحمل السلاح تحت أي مسميات ليس في إطار مضلة الدولة سوف يكون هدف للدولة تحاول الجماعات الإرهابية ملأ بعض الفراغ على طريقتها الدموية وتحديدا من بوابة المنصورة التي ستشكل في المرحلة المقبلة معبرا إلى الاستقرار أو الفوضاء هذه المحاولات تضع سلطة أمام خيارات صعبة حيال التعامل مع وضع المنصورة المفخخة بالإرهاب إذ أن الحي يضم مئة سكان المغلوبين على أمرهم وأعدادا مماثلة من النازحين ما يعني أن أي حسم عسكري سيكون مكلفا بالمقابل تبدو هيبة المؤسسة العسكرية والدولة على المحك لأن أي قبول بالتعايش مع الوضع المستجد لا يعني سوى الرضوخ للأمر الواقع والقبول بسلخ عدن مجددا وهد الأرضية التي تقف عليها الدولة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر